فإذا هون بتشوف القصة بحسب بشارة متة وبحسب بشارة لوقة أيضا فإذا ميلاد عذراوي من نسل المرأة النبوة قبل 700 سنة بسميها آية بسميها معجزة بسميها عمانوئيل يعني الله معنا دخول معجزة إلى هذا العالم وطبعا بيتكلم عن الظروف طبعا لهذه الولادة أحبائي أنه كانت في أيام أغسطس قيصر اللي سنقنون بالإحصاء فلازم يوسف ومريم يروحوا لبيت لحم في أيام الوالد كيرينيوس بيتكلم هون معلومات تاريخية في أواخر ولد المسيح في أواخر الملك هيرودوس الكبير وهكذا ظروف الولادة أحبائي يوسف لما سمع الخبر لما شاف مريم كان عنده حل من اتنين يا يفضحها علانية ومع الحق أنه شايف حامل وطبعا مش معقول لازم تكون عرفة رجل لكنه كان بار الكتاب يتكلم فعمل الشيء الصح كان بفكر لأنه شخص نبيل وشهم أنه يأخذ معاه شهود اتنين يروح لرباي ويقول مش أنا المسؤول عن هذا الحمل وبفك الخطوبة وبترك مريم طبعا لرحمة الله لكن هو متفكر في هذه الأمور ظهر له ملاك الرب وقال له يا يوسف لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل فيها هو من الروح القدس لو أن الأمور ماشي بشكل زي ما تقول لعب العرائس كان منقول ظروف الولاد يمكن بيختلف لكن كون يوسف يشك وسؤال مريم كيف يكون هذا والنبوات والظروف المحيطة والإحصائية وساكنين بالناصرة ويروحوا لبيت لحم كل هذا الظروف هو اندل على شيء بدل على صحة كلمة الله ترجمة نانسي قنقر